السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي ومشاهدي قناة الكهرباء إلكتريك تعتبر المخططات الكهربائية الصناعية أداة حيوية في تصميم وتشغيل وصيانة الأنظمة الكهربائية الصناعية فهي توفي خارطة طريق واضحة للمهندسين والفنيين لفهم نظام التشغيل وتحديد مواقع وكيفية توصيل المكونات الرئيسية كالمحركات وأجهزة الحماية وأجهزة التحكم هذه المعلومات تسايد على ضمان السلامة والكفاءة والموتوقية في التشغيل وتسهل عملية الصيانة واكتشاف الأعطاب بسرعة وسهولة بشكل عام المخططات الكهربائية الصناعية هي أساسية لتصميم وإدارة البنية التحتية الكهربائية في المنشآت الصناعية بل نستطيع الاعتماد عليها في تحديث أو تطوير أي بنية كهربائية حتى وإن كانت قديمة مستقبلا لذلك في هذه الحلقة سنعمل على إنشاء مخطط كهربائي للتشغيل محرك كهربائي تلاتي الطور بواسطة مفتاح كهرباء عادي يعني هذه الحلقة هي بداية للعديد من الحلقات التي سنعمل فيها على إنشاء المخططات الكهربائية التي نتعلم فيها ونستعمل الرموز الكهربائية والتي أيضا تعتبر من أساسيات الكهربائية أريد تنبيهكم أننا بعد كل مخطط نقوم بإنشائه سنعمل على وضع حلقة أخرى بمخطط تصويري لتوضيح المخطط التقني الذي يتمد على الرموز وسنعمل في كل مرة على تطوير مخططاتنا تدريجيا عبر إضافة العديد من وسائل التحكم والحماية نرفع فاصل القناة وندخل في الشرح على بركة الله قلنا أننا نريد أن نقوم بتشغيل محرك كهربائي ثلاثي الطور بمفتاح عادي طبعا سنستعمل الرموز الكهربائية في إنشاء المخطط كل رمز يرمز لجهاز أو توصيل ماء أو متنمسات من نوعين ماء سنبدأ في التغذية الكهربائية الثلاثة فازات ونوتر في أول خطوة سنعمل على توصيل الحماية الحرارية المغناطيسية لحماية الأسلاك والمعدات والحماية من التماس الكهربائي راجع حلقات الحماية الحرارية المغناطيسية الفرق هنا فقط هو أننا سنستعمل قاطع حراري مغناطيسي ثلاثي الأقطاب لتوصيل الفازات الثلاثة أو رباع الأقطاب لتوصيل النوتر أيضا هذا هو رمز الحماية المغناطيسية في مخارج الحماية المغناطيسية سنعمل على توصيل الفازات الثلاثة في المداخل العلوية للكونتاكتور طبعا لدائرة القوة هذا هو رمز المتلامسات الثلاثة المفتوحة لدائرة القوة في الكونتاكتور ومن المخارج السفلية للكونتاكتور سنعمل على توصيل الأوفرلود بالشكل الذي شاهدناه في حلقة شرح الأوفرلود ومن المخارج السفرية لدائرة القوة في الأوفرلود سنعمل على توصيل بدايات المحرك E1 V1 W1 وستبقى لن النهايات E2 V2 W2 التي سنعمل فيها على وضع الاقتران النجمي أو المتلتي يعني نجمة أو متلت حسب الحالات التي شاهدناها في حلقة كيفية وضع التوصيل نجمة أو التوصيل متلت إذن هنا سنضع التوصيل نجمة لبساطته وهكذا نكون قد انتهينا من رسم دائرة القوة أو دائرة التشغيل الآن سننتقل إلى دائرة التحكم في هذا التشغيل في أول عملية لا بد أن نضع حماية الأوفرلود حتى إذا حدث أعطاب من الأعطاب التي تحدثنا عنها في هذه الحلقة سيتدخل الأوفرلود وسيفصل الطيار على دائرة التحكم وسيتسبب تدخل الأوفرلود في توقيف المحرك قبل تلفه في دائرة التحكم نستعمل المتلامسات المغلقة للأوفرلود 95-96 يعني سنعطي أحد اللفاظات الثلاثة للنقطة 95 ومن النقطة 96 سنعمل على توصيل أحد أطراف المفتاح العادي الذي سيكون هو وسيلة التحكم في هذا المحرك ومن الطرف الثاني للمفتاح الكاربائي سنعمل على توصيل أحد الأطراف الملف الكونتاكتور وهو يعني أواحد أو أثنان هما متشابهان هنا سنقوم بتوصيل أواحد ملف هذا الكونتاكتور يعمل بجهد مئتين وعشرون فورت يعني أن أثنان سنقوم بتوصيلها بالنيوترال وهكذا نكون قد انتهينا من رسم دائرة التحكم أيضا الآن سنمر لشرح تشغيل حتى تتطلح الأمور بشكل أفضل كما تلاحظون هنا الفاظ يمر عبر المتلامسات المغلقة للأوفرلود ويصل لأحد أطراف المفتاح يعني عندما نضغط على المفتاح سنعمل على توصيل الفاظ إلى A1 ويوجد لدينا A2 موصولا بالنيوتر يعني أننا في هذه الحالة وضعنا أقطاب تشغيل الكونتاكتور أو ملف الكونتاكتور تحت التوتر وهو ما يعني تشغيل الكونتاكتور الذي سيعمل على إغلاق المتلامسات الثلاثة لدائرة القوة وبالتالي تمرير أرفازات الثلاثة التي تمر عبر الأوفرلود لتصل إلى بداية المحرك وهو ما يعني تشغيل المحرك وعند الضغط على المفتاح مرة أخرى نفصل التغذية على ملف الكونتاكتور الذي يعمل على إعادة متلامسات يعني إيقاف تشغيل الكونتاكتور ويعمل حين عند توقف الكونتاكتور يعمل على إعادة كل المتلامسات دائرة القوة إلى وضعها الطبيعي وهو المفتوح وبالتالي نفصل الثلاثة فازات على المحرك وهكذا نكون قد إنشأنا مخطط تشغيل محرك كاربائي ثلاثة الطور بواسطة مفتاح عادي عندما سيتدخل أوفرلود في حماية المحرك سيعمل على تغيير وضع المتلامسات المغرقة خمسة وتسعون ستة وتسعون إلى الوضعية المفتوحة وهكذا يفصل الطيار على الكونتاكتور وبالتالي يتسبب في توقيف المحرك حتى وإن كان تركيب هنا في وضعية التشغيل بواسطة المفتاح العادي بعد إزالة العطب سنضغط على زر رزت أو رزت وستعود المتلامسات خمسة وتسعون ستة وتسعون إلى وضعها الطبيعي وبالتالي يمكننا ذلك من تشغيل المحرك وإيقافه تشغيله بواسطة المفتاح العادي أريد تنبيهكم أننا نضع دائما في المخططات الصناعية رموز بالأحرف للدلالة على الجهاز المستعمل مثلا هنا Q تعني القاطع الحراري المغناطيسي هنا نجد KM1 وهي تعني الكونتاكتور رقم واحد وهي إشارة إلى الكونتاكتور المستعمل هنا طبعا دائرة القوة وهنا نرمز لوشيعة أو كويل نفس الكونتاكتور أيضا لدينا F1 للإشارة إلى الأوفرلود مداخل ومخارج دائرة القوة هنا والمتلمسات المغرقة خمسة وتسعون ستة وتسعون التي ستفتح عند الحماية عند تدخل في الحماية هنا و S1 للإشارة إلى المفتاح الكهربائي المستعمل في التحكم وطبعا M1 التي تشير إلى المحرك الكهربائي تلاتي الطور يعني من الأفضل وضع جداول شرح الرموز الكتابية للمخططات ليكون العمل جيدا ويكون ذلك في الغالب إما بالإنجليزية أو الفرنسية أما أنا وضعت الجدول باللغة العربية للشرح فقط أما الرموز فهي مهارة لا بد من التدرب عليها مع مرور الوقت وهو ما سنتعلمه في العديد من الحلقات المقبلة إن شاء الله سنشاهد نفس هذا المخطط لكن بالصيغة التصويرية لتوضيح أكثر إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء شكرا لكم على المشاهدة